كما تتواصل فعليات مبادرة كتف كتف في محافظة الأسكندرية والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وخلال الفعليات تم توزيع عدد من الكراتين الغذائي على الأهل المستحقين في عدة مناطق تحت لواء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتمعت أكثر من 30 مؤسسة وجمعية أهلية لإطلاق قطار الخير في كل ربوع مصر التحالف الوطني أطلق مبادرة جديدة بكل المحافظات تحت اسم كتف فكتف والتي سرعان ما وصلت لكل محافظات الجمهورية ففي الإسكندرية تم توزيع عدد من الكراتين الغذائية على الأهل المستحقين في عدة مناطق نحن النهاردة موجودين علشان نبدأ فعليات كتف فكتف موجودين في إسكندرية النهاردة المستدرد بتاعنا إن شاء الله أن نسعد أهلنا في شهر رمضان 4 مليون كرتونة 450 ألف واجبة غذائية تمام من باب زرع تحييل أمن الغذائي للمواطنين وزرع الأمل والتفاول بين المواطنين والأطفال النهاردة مستهدفنا نعبي ونوزع 3500 شنطة على مستوى محافظات اسكندرية بيشارك فيها 500 متطوع من المتطوعين صنعي الحياة اسكندرية دي فعالية ضمن فعاليات حملة كتف فكتف اللي مستهدفها تعبئة وتوزيع 4 مليون كرتونة كذلك تم تنظيم قافلة طبية للكشف وتقديم العلاج المجاني بها معظم التخصصات الطبية في منطقة المندرة قبلي التابعة لحي المنتزة وذلك بغرض مساعدة الأهل المستحقين وإدخال البهجة والسعادة إليهم موجودين النهاردة في محافظة اسكندرية مشاركين في مبادرة كتف فكتف تحت مظالة التحالف الوطني متطوعين في محافظة اسكندرية بيشاركوا النهاردة في أنشطة مختلفة هيشاركوا النهاردة في تعبئة كاراتين غذائية هيشاركوا في توزيع كاراتين غذائية على أهلنا المستحقين وكمان عندهم قافلة طبية كان فيها مختلف التخصصات عشان نساعد أهلنا المستحقين كمان عندنا المتطوعين منتشرين في مناطق كتير من محافظة اسكندرية التحالف الوطني للعمل الأهلي الذي ولد عملاقا يعمل بالتوازي مع مجهودات الدولة في تخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهل المواطنين